أكد الشيخ نور الدين الطويل إمام وخطيب مسجد درانسي ونائب رئيس منتدى آئمة فرنسا أن العلماء والآئمة في فرنسا يؤيدون قرار المملكة بمقاطعة قطر بسبب ممارساتها ودورها الخطير في سعيها لزعزعة استقرار جيرانها أن تلعب دورا خطيرا في المنطقة وذلك برعايتها للعناصر الإرهابية وبتمويلها لتلك العناصر وأيضا علاقتها مع إيران إيران هي التي تقف دائما لبث السموم وزرع الطائفية في المنطقة ولا سيما في دول الخليج نظرنا نحن كمسلمين هنا في فرنسا وكأئمة في فرنسا وكإمام في المسكة الثقافي الإسلامي بيدرانسي والذي هو يعتبر من المراكز الإسلامية الهامة هنا على أن قطع العلاقات كانت المملكة وما تزال على حق لأن المملكة العربية السعودية هي قبلتنا جميعا وإذا كانت المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكيمة وبقيادتها الرشيدة اتخذت هذه الخطوة فما كان منا كدعاة وكأئمة وكالمركز الثقافي الإسلامي بيدرانسي أن يقوم بتلبية هذا النداء والتنديد بتلك الجرائم الوحشية التي ترتكب اليوم ليقف المركز الإسلامي مع المملكة العربية السعودية بهذا القرار الحاسم وهذا القرار الحاسم